أكد مجموعة من طلبة الثانوية العامة على سهولة امتحانية من العلوم الحياتية وتخصص اللغة العربية وأن الوقت كان كافياً لإنهاء وحل الاختبار الطلبة أكدوا أيضاً أنهم لم يواجهوا أي صعوبات في حل الامتحانين قدمت اليوم تخصص عربي وكان لأسهل الحمد المنيح والوقت كان كافي يعني اللي دارسه بخلصه بساعة تقريباً ما بده ساعتين أصلاً الوقت كان كافي والله والامتحان كان سيد كثير يعني الوزار رعونا هاي المرة الحمد لله أسهل من النظام يعني الامتحان كثير دقيق ومش صعب كثير يعني كل إشي جواب مموجود يعني بس الامتحان كثير 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 دقيق أحياء والوقت كافي الحمد لله أسهل من النظام كان الحمد لله الحمد لله منيح الوقت كاف يعني منيح إلو الحال سهل؟ سهل بس الوراثة يعني بده شوية حال قدمنا أحياء تقريباً أخذ الوقت 49 دقيقة يعني بالراحة وكفانا وقته كان امتحان سهل أسهل من الصيفي كان الوقت منية بس هم ثلاث كتب التخصص جايبين القضايا والبلاغ أكثر من النحو قدمت امتحان أحياء امتحان كان سهل يعني تقريباً عشر دوار اللي كانوا صعبات بس امتحان الحمد لله تمام كتير كان كاف وضل وقت زيادة وكتير كان أسهل من امتحان الماضي كان في النظام أسهل بكتير عربي تخصص أدبي أنا الامتحان كان متوسط يعني بين صعب وسهل كانت فيه أسئلة شوي فيها تركات يعني ما الوقت كان تقريباً نحكي كافي أحياء يعني منيح هو نوعاً ما أحسن من الأول بس دقيق لا الوقت كيد كافي كويس وسط متوسط والوقت كان كافي لا الحمد لله كان سهل أسهل من النظامي وفيه أسئلة شوي بس الحمد لله نوعاً ما سهل آه كافي وزيادة كمان كان اليوم علينا امتحان أحياء وكان كثير سهل والوقت كان كافي وزيادة كمان أحياء الوقت كثير كافي وامتحان كثير سهل ثلاثة واربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون طالباً وطالباً بلغ عدد المسجلين للتقدم لامتحانات الدورة التكملية الثانوية العامة أصبت اشتركوا في القناة